على مقربة من باكو يعزف الحزن الأذري بكلمات أغنية عن الغربة هنا أيضا يتجرع الجيل وراثة الفقر والجوع في بلاد النفط وليس بالنفط وحده يحيى الأمن والأمان من باكو عاصمة أذربيجان وحتى نغورنو كارباخ كل هذه الأرض مهدو الديانة الزلدشتية لكنها منذ مائة عام تقبع تحت سطوة احتلال يحاول سلخ كارباخ عن أذربيجانيته الصرفة لم تخمد النار على هذه الأرض منذ الاستقلال الذي طلب به أهل كارباخ عام 1991 ولم يأخذ طريق الاعتراف الرسمي حتى اليوم نغورنو كارباخ أو مرتفعات الكروم السوداء بمساحة تبلغ 4800 كم مربع وبتعداد سكاني يبلغ 150 ألفا يقاع اليوم تحت استهداف احتلال أرملي ودعم روسي خطوط النفط والمصالح والمطامع لمرتفعة نغورنو يدفع ضريبته الشعب الأذري اليوم ومنذ اتفاقية عام 1994 لحظة توقيع الهدنة التي لم تتحقق ما زالت الأياد التي تحاول تأزيم الصراع إلى تقديرات بحرب إقليمية وواسعة تحاول أوراق التهدئة درأ اشتعال حرب تثير فتيل شعلتها في كل مرة أرمينيا كما تتحدث أذربيجان عن استفزازات من الجيش الأرمالي في كل مرة بؤرة النزاع على خطوط التماس وأصوات الانفجارات التي تضرب اليوم بشراسة ستيبان كيرت عاصمة نغورنو كارباخ تؤجج خطر تهديد أمن بوابة أوروبا الشرقية لكن يبقى الخاسر الأكبر هو الشعب الأذربيجاني الذي يكتوي من لوعة الفقر سرقة على يد الطامعين في نفطه كما يكتوي من النزوح المتسارع من أرض المعركة إلى باكو من جهة وإلى أراضي أرمينية من جهة أخرى أما حال البيوت فهي حال تنقل صور الدمار في أرض محتلة تغرق أذربيجان في لوعة جديدة من الأزمات تغرق أذربيجان في نفطه تغرق أذربيجان في نفطه